سلام عليكم ازاكم? هي فيه اخبار غريبة جدا زيلنسكي كان فيه محاولة لاختياله هتيجي تقول لي انها رابعة هيكتابه زيلنسكي انا عاوز اقول الحراك ان دي رابعة محاولة لاختيال زيلنسكي اصلا بس خد بالك ان فيه تعتيم اعلامي غير طبيعي فيما يخص اختيال زيلنسكي وفيه تحريف الاخبار بشكل بشعه فيما يخص محاولة الاختيال لان محاولة الاختيال دي شيء تاني خالص شوف هو اتعرض لتلاتة قبل كده زيك منهم المرة دي مختلفة تماما لانها جاي مع تنصيب بوتين جاي مع الدخول الروسي لأوكرانيا جاي مع حاجة كتير قوي النهاردة معنا تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال زيلنسكي ووجهة نظر الاعلام الغربي ايه ووجهة نظر الاعلام الروسي ايه في المحاولة دي في نفس الوقت في اخبار كاريسية قالها الزابط الامريكي المتقاعد سكوت ريتر اللي هو كان زابط في الاستخبارات الامريكية قال لك قد بالك في تدخل من الناتو بالفعل في اوكرانيا وهتشوف اه خطة هو كشفة يعني هو قال لك الخطة هتمشي ازاي لتدخل الناتو في اوكرانيا كلام كتير قوي واخبار كتيرة خاصة فيديوهات دا اللي طلع عن تنصيب بوتين وتحديد روسيا لضرب بريطانيا بس طبعا عشان اقول لك كلام دا كله اكشفوه لك لازم اقول لك القسم القوي قبل اكشف الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل كان ليني يقول لك ان احنا معنا راعي قوي جدا محترم جدا وهو تشينج مي حقيقة تشينج مي هو تجربة شخصية انا من سنة بالزبط رحت وعملت عملية زراعة شعر داخل مصر والحقيقة كانت كل ترشحات وقتها ان لأ اطلع بره اعمل عملية بره انا اخترت انها روح اعمل عملية زراعة الشعر داخل مصر لاني لقيت تكلفة تقريبا اقل من نص التكلفة اللي بره تاني حاجة المركز دا هو صديق مكرر بليه هو اللي قال لي عليه وقال لي كل الناس عملا تشكر في المركز تشينج مي وان الناس كلها اللي رحت عملية عمليات زراعة شعر هناك مبسوطين من نتائج جدا حقيقة انا النهاردة مش بعلن عن راعي انا جاي اقول لك بالزبط اللي حصل معايا ان من سنة لحد دلوقتي عاوز اقول لك ان النتائج مبهرة للغاية ومفيش اي اضرار او اي حاجة سلبية دي تجربة شخصية وفر فلوسك ووفر وقت وهتلاقي المركز قريب منك جدا لان هما اصلا موجودين في مصر مش بس كده مركز تشينج مي عاوز اقول لك ان هو عنده افضل الدكاترة الموجودة وهو مركز متكامل لعملات تجميل كلها سنة بقى باوتكس مش باوتكس كل انت عاوزه هتلاقيه هناك تشينج مي فهم مكان الصح سيب لحبارك الرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابد تابع معا نخش في الموضوع اللي طول نخش في الموضوع اللي طول اي جديد اللي معنا النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعه في ما يخص حرب روسيا هي انا معايك كازا قصة يعني فيديو ده في كازا قصة بس كارينا يبتدي من اول قصة اول قصة سيدي هي قصة احتجاز روسيا لجندي امريكي بيعمل في جيش الامريكي حاليا وعلى فكرة القصة دي قلب الدنيا في الاعلام الامريكي ايه اللي حصل بس يا سيدي في جندي بيعمل في كوريا الجنوبية بالضبط في قاعدة في شمال كوريا الجنوبية والراجل ده راح للقاعد بتاعه قال له باشا انا عاوز اجازة قال له مش عاوز تعمل ايه في الاجازة قال له والله انا راح لأهلي في تاكسس انا هسيب بقى المركز تاك هروح ازور اهلي في تاكسس ميش راحية الجندي ساب القاعدة بتاعته واهله فضلوا مستنين لان تم ابلاغه من ابنوكو نازل اجازة ففضلوا مستنين لواب ما جاش راح فين فضلوا يا باشا مستنين الجندي ده مش واصل تاكسس واعدوا يدور عليه مش لايينه فجأوا ان الامن الروسي كلم السفارة الامريكية في موسكو قال لهم انتو عندكو جندي في الجيش الامريكي تم احتجازه عندنا ده الامن الروسي هو اللي بيكلم السفارة حادثة دي كانت جريبة اللي جاب جندي امريكي في كوريا الجنوبية يتم احتجازه في روسيا الموضوع ده جريب جدا ابضوا عليه ازاي قال لك والله يا بص الجندي ده اصلا كان على علاقة بسيدة عندها اتنين وثلاثين سابق ماشي والست دي استدرجته هم الاعلام الامريكي بيقول لك كده بيقول لك استدرجته وقيت له ده على باشا نقضي وقت سعيد قال لها ده اللي عندي اجازة فبدل ما يروح بيته على طول راح قال لك اخطف لي حتة في موسكو كده وارجع على طول فراح موسكو مطلعش يعني ايه يعني الامن الروسي اتهمه بالسرق محدش عارف البنت دي هل هي تابعة الامن واغوة الجندي ده هو تعرف عليها في التكتاك يعني بيقول قاعدوا يكلموا بعض في التكتاك بسبحاتش عارف هل هي مزقوها عليه هل هو اه كتعلاقة عادية والامن الروسي مسكو بسخد بالك ان هو مسكو بتهمة السرق يعني اه جندي امريكي بمفروض معه فلوس هيسرق ليه بس لا تستبعد ان الامن الروسي ممكن يكون يلفق له تهمة لان خلي بالك بكده اجمالي الامريكان اللي مسكوين عمد الروس اربعة خد بال ان كل واحد فيهم زوء اهمية قصوة بالنسبة لامريكا يعني مثلا اول واحد زوء اهمية قصوة هو مراسل صحيفة وصي جون مراسل صحيفة وصي جون اللي يحمل الجنسية الامريكية الامن الروسي مسكوب تهمة كيانة طيب تاني واحد اسمه بول ويلن بول ويلن ده زابط في قوات خاصة الامريكية مسكوب تهمة المخدرات والتالت واحد هو مزيع في الراديو زوج جنسية امريكية برضو لان الروسي معتقله بس دول فكوم الجندي الامريكي اللي بيعمل في قوات الامريكية كوم تاني وده حيزود العلاقات سوءا بين امريكا وروسيا او حيخلي الامريكان يقدموا تنازلات للحصول على الجندي الروسي ده كده او كده هي غنيمة جديدة لروسيا وامريكا هتتقلب عشان تحصل على الجندي ده ده قصة تانية النهاردة طلعت اه سيان ان اخد بالك بقى الدنيا مشت ازاي النهاردة طلعت سيان ان قالت لك زيلنسكي تعرض لمحاولة اغتيال عفكرة هم كانوا كانت بيه كده في خبر عاجل ما تصروش ما قالش مين معمروه الوقت قالك خد بالك ده كانت محاولة روسية لاغتيال زيلنسكي ازاي قالك اصل الجهاز المخابرات الروسي اه زق اتنين من قادة الحرس الخاص لزيلنسكي اخد بالك احنا مش نتكلم على العساكر سهل اه استمالتهم انا بكلم حضرتك على قادة يعني اتنين زباط هم بيقولوا الوقات ايه اتنين الوقات في الحرس الخاص بتاع سيلنسكي ده امر كاريسي اصلا دول الناس المسؤولين عن حماية ودول اللي بيدوا اوامر للجنود او حرس الخاص فالاتنين دول يا باشا تم توجيه لهم الخيانة اه اتماسكوا بس في واحد فيهم تم توجيه اه تهمة اخرى ليه زائد الخيانة ان هو كان بيعد العمل ارهابي ليه بقى بيقول لك الاتنين اه قادة دول المفروض ان هو اه الجهاز الامن الروسي ادههم مصيرات عشان لما زيلنسكي يكون ماشي بالموقع بتاعه المصيرات دي هما يتحكموا فيها ويدربوا بها زيلنسكي الشبكة التي كان يشرف على انشطتها جهاز الامن الفيدرالي الروسي كانت تضم ضابطين برطبة عقيد يتبعان جهاز امن الدولة الاوكراني وهكذا كان العدو يخطط لتخلص من الرئيس فلودومير زيلنسكي طيب طبعا الخبر ده ولا تشتريه باثنين جنيه ليه سيء بالضبط توجيه روسيا لحادث السرقة او تهمة السرقة للجندي الامريكي الخبر ده عار تماما من الصحة على فكرة انا مش مقتنع تماما ان روسيا عاست اختال زيلنسكي لان على فكرة زيلنسكي بيطلع يتكلم في احديث صحفية في الهواء تطلق وما فيش ارخص من المصيرات عند روسيا ده حاجة تاني حاجة روسيا اكتر من مرة كان قدامها اه فرص لاغتيال زيلنسكي ما حامدش كده يعني مش بقول لحضرتك ان زيلنسكي كل ما بيطلع يتكلم بيتكلم معاه قادة غربيين في روسيا مسلا ما تبقاش عاستختال القادة الغربيين زيلنسكي بيطلع يعني مؤتمرات صحفية وجوع مع صحفيين في الهواء الطلق في سماء كيف يعني المفتوحة فما تجيش تبطعني اصل روسيا عاست ختال زيلنسكي طب سؤال ليه لبسه التهمة في روسيا ما اصلا ما ينفعش يجي يقولك اصلا كان فيه محاولة اغتيال داخلية من قبل الحرص الشخص ينزلنسكي عاوزين يقتلوه لان القوات الاوكرانية عملت انهار والجابهات الداخلية عملت انهار والنهار ده طلعت صحيفة تقولك حجم الهربو من القوات الاوكرانية 300000 عفكرة الصحيفة دي مش صحيفة امريكية خاص؟ قالك 300000 هربو من الكوات الاوكرانية. ممكن تعتبر الصحيفة بالبالك انا اعتقد يعني لان على فكرة جو المقالة هم مستندين لأحاديث من ناس اتى عليهم دور التجنيد وخدوا زوما لقهم وطلعوا. فهم مستضفين واحد المفروض اوكراني يعني بيقولك انا الوحدي وانا اه بهرب من حدود اوكرانيا كان معاي خمسة وسبعين شخص. فما بقى لك عدد المحاولات الاوكرانية اللي بتجرع على مدار الساعة ان الناس تهرب من اه الجيش الاوكراني اللي هن هم شايفين الحال بتاع الكوات الاوكرانية عجبها عامل ازاي. وبالمناسبة امر استدعاء الجنود الاوكرانيين للخدمة ما بقاش امر ان هو بيرسل لك خطاب ده بيروح يقضى عليك وبيتم اهنتك وبيضربك. والكلام ده كله عشان لو انت اوكراني هتخش الجيش يعني هتخش الجيش. مفهاش كلام كتير يعني. فيا جماعة زيلنسكي الاوكرانيين نفسهم هم اللي عوزين يتخلصوا منه. يا جماعة الاهلامي للغربي عام مال بس يقلف لك قصص ويقول لك ده الروس. الروس مالهم. الروس مالهم. ماشي. فا انا لا مع روسيا ولا مع اه الغرب انا بس بحاول افسر لك الموضوع كله. بتلاقي مقالات تقول لك اصد روسيا عاستخلص من زيلنسك. كان قدامها تلات سنين للتخلص من زيلنسك. شوفت ديه? تلات سنين بتوع الحرب. كان قدامها تلات سنين للتخلص من زيلنسك الكوات الروسية الف كيلومتر. كل يوم الكوات الروسية عامت تقدم في الالف كيلومتر. وعملين يفتحوا صغراء. كتيرة. والحقيقة انه اوكراني دلوقتي يا باقيتش تفتح بوقها تقولك زخيرة. يعني انا كان عندي كزا حاجة او كزا نقطة ما كنتش فاهمها. اوكراني دلوقتي لما تطلب زخيرة وهي ما عندهاش عدد كافي من الكوات. مين اللي حيشنجل الزخيرة دي? يقولك احنا عمزين زخيرة ده نقص زخيرة. مشي. السؤال التاني هي زي اوكراني كانت هتنقل الزخيرة اللي جايلها. يعني بقى المركبات المضرعة الكلام ده كله هتنقلو ازاي لخط الجبل. النهاردة شفت صورة بتوضح لك ازاي بينقلو المعدات دي. زي المحراج شايف كده? اه دي عربية بتاعتنق العفش. شايلة مضرعة. انا مش فاهم ازاي الاوكرانيين دخلوا مضرعة جوه عربية العفش. انا مش فتاشا قبل جدا في حياتي. في حياتي لم ارى هذا المشهد. فده يواريك قد ايه في ابداع في اه تهريب الاسلحة لخطوط الاهمية. بس تاني. دلوقتي الروس اصبحوا جدين جدا ان هم يدمروا الجسور وخطوط الساكل الحادية اللي بتوصل الزخيرة للخطوط الاهمية الاوكرانية. وحال القوات الاوكرانية بيزداد من سيء لأسوأ. ومعركة دلوقتي هي معركة شازافيار. المدينة اكثر اهمية. وعلى فكرة هم همسمين مرحلة بتاعت القتال مرحلة الحفاظ على شازافيار. محدش يعرف. هل ده امر من زيلنسكي? ان هو نفس القطة الكارثية اللي كان عملها في مدينة بخمت. وقالك مش هتنازل عن بخمت. ودفع تمانها غالي جدا من عدد منه الكوات اللي هو يعني كان بموديها انها تتقتل وتبدأ بحلاك في مدينة بخمت. هل بيقرر نفس الغلطة في شازافيار? وقالك مش هنسحب? ممكن. ممكن. ناس. بس دي هتبقى حاجة كارثية. طيب. عندي كم خبر هم جدا. اول خبر ايه? اول خبر يا جماعة ان دلوقتي اوكرانيا بتاعت تحلل السواريخ اللي نازل عليها اا من روسيا خاصة السواريخ زاد طابع كوري شمالي. ناس. فيه سواريخ اسمها N23. N23 هي سواريخ اا كوريا الشمالية تبرعت بيها للجيش الروسي عشان يستخدمها في ضربة اوكرانية. ماشي. قد ايه محتش يعرف يعني اجمالي عدد السواريخ محتش يعرف? هي سواريخ متوسطة المدى مش بعيدة المدى. يعني مش سواريخ كبيرة او مش ضخمة. لا. سواريخ متوسطة المدى. سواريخ دي الاوكرانيين ابتدوا يحلوها. اوها تفتكر ان هما فعلا اوكرانيين دول الناتو. بس هو بيقولك اوكرانيين. يعني هم كتب لك كده في بيزنس انسايدر بيقولك المحللين الاوكرانيين. ولا محللين اوكرانيين. هما اصلا بتوع الناتو. خبراء الناتو. قال لك ميسكوا بقايا واحد وعشرين ساروخ. من اصل خمسين ساروخ الجيش الروسي يستخدمو لضرب اوكرانيا ماشي. لو ايه بقى يا باشا لقو كارثة. لو ان معزم السواريخ اللي هو من اصل واحد وعشرين. قاللك معزم السواريخ دي ياما انحرفت عن meteorها. ياما انفجرت في الجو. قد ايه قاللك 50% قريبا من السواريخ دي انحرفت عن meteorها او انفجرت في الجو. وبالمناسبة الجيش الاوكراني تقييمه للسواريخ دي. لما روسيا بتطلقها بيقولك. اا الجندي الاوكراني مبسوط هو شايف صاروخ اه من طراز ان تونتي سري كوري شمالي بيقول لك ده بيبقى ضعيف جدا تأثيره الانفجاري مش كبير يعني حرف بشدة عن اهدافه واساعات كتيرة بيينفجر في الجو مش ديك قصة قصة كلها ان الخبراء الاوكرانيين بيقول لك ده خمسين صاروخ وصل اوكرانيا بيعملوا احتمالية ان اصلا في اجزاء من السواريخ تاني اه فشلت في الاطلاق يعني يا جروس هما بيطلقوها فشلت يا اما انفجلت وقت اطلاقها يا اما اه بعد ما تم اطلاقها طلعت ونزلت ما راحبش اوكرانيا خارج فا اه بيقول لك ده يثبت ضعف الترسانة بتاعة كوريا الشمالية وان كوريا الشمالية عملها كل شوية تنتج ساروخ بس معدل الاستهدافي او التوجيه بيكون صعب جدا وبيبقى في مشاكل تقنية كتيرة جدا تثبت لك ان السواريخ دي صعب كده او كده بيقول لك دخول كوريا الشمالية في صف اه روسيا ما دعمش الترسانة الروسية بشكل جديد غير في الكذايف المدفعية او برضو فيها مشاكل يعني الكذايف المدفعية بتاعة كوريا الشمالية دي اهم حاجة بالنسبة لجيش الروسي بس برضو فيها مشاكل لانها كذايف قديمة يعني ما مش تبقى بقيقة او يعني طه دي حاجة حاجة تانية وقصة تانية مهمة جدا دلوقتي اه فوربس او جديدة فوربس او بتكتف شؤون القصادية كتبت عن حاجة غريبة جدا تقول لك على فكرة روسيا في الحرب بتاعة روسيا اوكرانيا دي من بداية الحرب لحد النهاردة خسرت خمستاشر الف مدرعة ودبابة خاصة في مدرعات خلينا في مدرعات بلاش دبابة قالك خمستاشر الف مدرعة الروس خسروه طب وايه مشكلة قالك الروس دلوقتي بينتجه شهريا ستمائة مدرعة لما هم يخسروا خمستاشر الف دبابة ده خسار كارسية طب ليه الروس خسروا العدد الضخم ده بالدبابات والمدرعات لسواب بسيط قوي ان فيه مصيرات سلاح المصيرات ده بهدل الجيشية سواء الجيش الروسي بهدل من اه المصيرات او الجيش الاوكراني بهدل من مصيرات طيب الجيش الروسي عاوزين الكوات بتاعته لخطوط الاهمية بيعمل ايه قالك رجعوا للعهد القديم ليه بقى العهد القديم قالك كانوا الاول بيستخدموا عربات خريبة جدا كانوا بيستخدموا عربات جولف عارف عربات الجولف الكهرباء دي بيستخدموها بيستخدموا عربات مدنيا. ماشي. بس العهد القديم ده موتسيكلات. انت بتخيل? قال لك فيه واحدة دخل الجيش الروسي بتستخدم موتسيكلات. وده اكبر كارثة. ليه? لان ديه بدون حماية. ولو المضرعات كانت تضرب بالمصيرات ما بالك الموتسيكلات عامل ازاي? الجريب في الموضوع ان فيه اسرار روسي على استخدام سلاح موتسيكلات. اسرار غير طبيعي. قال لك ده اسرع وسيلة والناس دي تطلع عجبها حتى لو فيه استهداف المصيرات يطلع عجبها. امر اه غير طبيعي وغير مقبول بس طبعا فوربز بتحاول تركز على نقاط ضعف الجيش الروسي وتقول لك مش لقيه مضرعات ومش عارفين يواكبوا انتاج مضرعات بيودوا موتسيكلات. طيب. اه فوربز ليه بتركز على حتة دي? بيقول لك لان مفيش ولا حليف. لده روسيا عارف يعوضها بمضرعات. يعني اه الايرانيين بيعرفوش ينتجوا مضرعات طب المناسبة يعني. ما عندهمش مضرعات اه يعني قوية ينقلوها للجانب الروسي. كوريا الشمالية كمسر. وروسيا في الاغلب بتبقى عاوزة زخيرة مش عاوزة اسلحة اه زي مضرعات. اوكرانيا عندها العكس. اوكرانيا النيتو عمالي يبعت لها مضرعات. مش عارف يبعت لها زخيرة اكتر. يعني بس عميني بعتولها مضرعات. ده حاجة. حاجة عشرين سنة في الحق. يعني هو دخل الحق من سنة الفين. بقاله اربعة عشرين سنة في الحق. دون ان يغادر الكريملين. ادى فلاديمير بوتين اليمين الدستورية رئيسا لروسيا. ليتولى رسميا زمام قيادتها لست سنوات قادمة. فترة رئاسية جديدة. موثقلة بملفات داخلية وخارجية. خاصة قضية تدهور العلاقة مع الغرب والحرب الدائرة في اوكرانيا. فترة يؤكد بوتين انها تستمد شرعيتها من الشعب الروسي. ما تيجي ببص بوتين ما بقالوش 24 سنة في الحقم ولا حاجة. كان في فترة فيها هو رئيس روسيا. بس طبعا طبعا السيانان تغافلت عن فترة آآ مدفيدف دي لانهما شايفين مدفيدف ده كان محلل. يعني بوتين كان بيتحكم فيه آآ بالخيوط يعني. فشايفين ان مدفيدف دي فترة حكمه هي تكملة فترة بوتين. فقالك هو بقالو 24 سنة في الحق. ماشي. السيانان بتركز على فترة حكم بوتين. دولا خب بالك ان الفترة دي بالذات او الولاية الرئاسية الجديدة اللي هتستمر ست سنين بوتين حينهيها وهو عنده 77 سنة. ماشي. بس المفروض دي هتبقى افضل فترة لبوتين. ليه? اولا بوتين في الفترة الجديدة ما عندهش معارضية. خالص يعني آآ معارضين بوتين يما مسجونين يما مقتولين يما من فيه. ما عندهش معارضين في داخل البلد. تاني حاجة المفروض في الفترة الرئاسية الجديدة دي هي الفترة اللي هيحقق فيها النصر في اوكرانيا. لان ديك شايف الناتو عند مشكلة. مش عارف فيه بعد زخيرة. كواتروساعة ما تتقدم. في سباق مع الزمن تواصل الروسيا السيطرة على المزيد من الاراضي قبل وصول المساعدات الغربية الى ارض المعركة. حيث سيطرت جيش الروسي على ست قرى في مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك شرقي البلاد. وتبدو الرغبة واضحة في مواصلات السيطرة على المزيد من الاراضي والمدن الاوكرانية. فدي مفروض فترة النصر او اه وقت تولي النصر. انده حاجة التانية بيقول لك كتبالك ان بوتين الفترة دي المفروض يا اما مستني ترامب يا اما حتقوم حربة على مية تالتة. لو فودل بايدن ما هو. ليه بقى? واسمع اللي قاله سكوت ريتر. سكوت ريتر اللي هو ظابط في الاستخبارات الامريكية ظابط. قال لك كتبالك موضوع ان فرنسا تبعت مية جندي من اه اللواء الاجنبي في الجيش بتاعها ده امر مش هين. ليه? لان دي بتبقى بادرة. خد بالك على فكرة جيش الروسي اكتشف النهاردة كوات فرنسية. يعني قتل عدد من الناس كانوا لابسين زي تتبع الجيش الفرنسي. وعلى فكرة خدوا النهاردة بندقية اه او اكتشفوا بندقية. اه ما بيستخدمهاش جير جنود فرنسيين. يعني دي ما ينفعش فرنسا ترسلها للجانب الاوكراني. لأ. بندقية قنص ما بيستخدمهاش جير الجنود الفرنسيين. اه كشفوها النهاردة في اوكرانيا. فبيقولك دي اثار او بصمات موجود قوات فرنسية في اوكرانيا. سكوت ريتر بيقولك ايه? بيقولك ان فرنسا لما تبعت نيد جندي من اللواء الاجنبي بتاعها لأوكرانيا. هتلاقي دولة تانية منفصل عن فرنسا. بس جوة الناتو. هتقولك احنا كمان هنبعد قوات. واسمع بس الكلام. فحتلاقي الدول بترسل قوات بشكل منفرد. ما بينصكوش مع بعض. بس لازم تعرف ان القوات دي في النهاية هتشكل حلف نيتو. داخل اوكرانيا. او هتشكل قوة نيرانية اه تابع الحلف الناتو. بشكل جير مباشر. يعني يعني الميد جندي بتوع فرنسا. هتلاقيهم ينضموا لميد جندي من دولة تانية. هتلاقيهم ينضموا لميد جندي من دولة تانية. في الاخر هيكونوا زي لواء. هيسموه لواء الناتو. واللواء الناتو ده لما يتهزم. هيضطر الناتو يسنده. ويخش. هتيجي تقولي على فكرة الكلام ده كلام فارغ وما تصدقش الراجل يعني. كلام اي كلام. ما ما تجيش عند الراجل بيه هفلط في الكلام. حلو. لتوانيا النهاردة بتعلن استعدادها رسميا لارسال قوات لاوكرانيا. على فكرة لتوانيا عضو في حلف الناتو. آآ لتوانيا دولة صغيرة. لتوانيا رئيسة وزراءها طلعت قالت انها خادت موافقة البرلمان لارسال قوات لاوكرانيا. ده يوليك قد ايه? كلام سكوت ريتر صحيح. بس ده بيعتنافق مع كلام صحيفة ايطالية. نقلت منها وقالت سباطنيك. بيتكلموا ايه? بيتكلموا ان قوات الناتو عندهم اجتماع في امريكا. نص. او قادة الناتو عندهم اجتماع في امريكا. في اجتماع واشنطن ده. هيحددوا او يكتبوا آآ تعهد بعدم التدخل بريا في اوكرانيا. خبر ده. خبر ده. شوف حضرتك عاوز تمشي معي. بس اللي انا عاوز اأكده في الاخر. حاجة واحدة بس. ان الروس عمية تقدمه. واوكرانيا بتتهزم. وكل مال هزيمة هتكتر في اوكرانيا لازم تعرف ان حياة زيلنسكي في خطر. والاعلام الغارجي مش عارف يهداري عليه بعد كده. مش عارف يقولك السلروس بيستهدفوه عايزين يختلوه ده ايه كلام? ده ايه كلام يا جماعة? في الوقت يا رب كنت راح تحضرتك الموضوع بشكل مبسط. وارب بنسول مصر. رب بنسول عرب. وارب بنسول فلسطين يا رب. تحيا مصر. سلام. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احروصة بسيف شاطر. اصف حارس عليك يا مين. ومن فوق السماء السابع. حميكي رب العالمين. شكرا